في الحقيقة فيه طفرة كبيرة جداً الكل ملاحظها ومش إحنا بس اللي ملاحظنا هذا العالم كله بتكلم عليها على التجربة المصرية في تطوير الطرق وتطوير المواني ما كانش عندنا زمان حاجة اسمها أكواد أو ما كانش عندنا حاجة اسمها معايير من أجل تطوير هذه الطرق النهاردة عندنا زمان كان الطريق بيتعمل وممكن يعود له سنة سنتين ويبقى زي الجيلي لأن عرويات النهارة اللي بتمشي عليه النهاردة فيه حارة مخصصة للنقل الثقيل على أي حال؟ مبارح سادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية الاجتماع ده خلاله تم استعراض عملية التطوير اللي بتحصل دلوقتي لمنظومة الموانئ المصرية سادة الرئيس وجه علشان نستغل الاستغلال الأمثل لكافة المساحات في ميناية الأسكندرية ووجه أيضاً بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل تفاصيل كتيرة جداً في الموضوع ده هنعرفها من الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جمعة عين شمس صباح الخير فانتر صباح الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم أهلاً وسهلاً ربما احنا قدام موضوع التجربة المصرية فيه اتكلمت عليها عدد من المنظمات الدولية وقالت أن احنا عملنا أكثر من خمس تلاف كيلو في وقت قياسي بشكل احترافي واعتقد الرئيس بتاعنا كمان انتقل من مرحلة متأخرة جداً لمرحلة متقدمة جداً فيما يتعلق بجودة الطرق قبل ما أخش في موضوع الموانئ عايز أعرف لغة الأرقام قالت إيه هنا شوف خلينا نقول أن الدولة من 2014 اهتمت بقطاع النقل بكافة أدواته ووسائته بعتبر أن النقل هو داعم لمشروعات التنمية المستدامة وهو خدمة بتقدمها الدولة للمواطن ولا تهدف للربح من خلالها ودي نقطة لازم نركز عليها كانت مرافق النقل اللي موجودة عندنا في حالة متردية وكان لابد من النهوض بهذا القطاع إذا كنا بنأمل أو بنطمح لتنمية مستدامة بكافة صورها عشان نعمل مدن جديدة لازم يكون عندي شبكة نقل عشان نعمل استصلاح زراعي زي الدلتة الجديدة وتوشكة والعوينات لازم يكون عندي شبكة نقل عشان استكتذب استثمارات أصلي عشان نبقى عندي استثمارات داخلية وخارجية لازم يكون عندي شبكة نقل عشان يبقى عندي مناطق صناعية لازم يكون عندي شبكة نقل عشان يبقى عندي صحة تعليم كلها لابد أن كل ده أنا عشان خلخل الكسفات السكانية واطلع بره ودي نيل الستة في المية اللي كنا عايشين عليها وابتدى انتشر أفقيا على مساحة جغرافية أكبر كان لازم يكون عندي اهتمام بالمرافق والبنية الأساسية والنقل فبالتالي الاهتمام بمرافق النقل لم يكن شيء من الرفاهية وإنما كان شيء ضروري كان مؤجل من الوقود الماضية كان ما يقدم لهذا القطاع كان بمثابة مسكنات لا طرق إلى الحلول المتكملة فهتمت الدولة من 2014 بقطاع النقل وكان هناك ولازال دعم من القيادة السياسية لهذا القطاع إيمانا من الدولة بأهمية هذا القطاع لما نتحدث عن النقل البري طبعا طفرة كبيرة حدثت من خلال مشروع قومي للطرق ساهم في ربط مفاصل الدولة بعضها ببعض وطبعا المجتمع الدولي أشاد زي ما أنت أشرت إلى جودة الطرق من خلال تأريد التنفسية العالمية اللي قال أن جودة الطرق في مصر ارتفعت 90 نقطة من المرتبة 118 إلى المرتبة 28 من خلال فصيلة قوية من العمل والجهد وحضرتك أشرت أن الالتزام ليس فقط بالمعايير الهندسية والجودة ولكن أيضا الالتزام بالبرامج الزمنية يمكن بمصابق الزمن وبما لا يخل بالجودة لإنهاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي اللي بيمس حياة المواطن اليومية في مجال السكة الحديد اهتمينا بمرفق السكة الحديد الحالي اللي بقاله منشأ من أكثر من 200 سنة وكان على شفى الانهيار في 2014 مديون للدولة بـ 55 مليار اهتمينا بتجديد هذا المرفق من بنية أساسية من نظم تحكم وإشارات من تطوير العنصر البشري من ضخ دماء جديدة في شرايين السكة الحديد من خلال جرارات جديدة وعربات لنقل البضاء والركاب ساهمت في طفرة كبيرة بالإضافة إلى ذلك والنتيجة لأن شبكة السكة الحديد لم يطلها أي زيادة في أطوالها منذ أن أنشئت اللي بيبلغ أطوالها حوالي 9500 كيلو مع الزيادة السكانية المضطردة احنا كنا سنة 86-48 مليون ناس من النهاردة سكانت داخل 103 مليون فكان لابد أن أتوسع في إنشاء شبكة حديدية جديدة هذه الشبكة جاءت من خلال عدة مشروعات منها القطار القهربائي الخفيف اللي تم افتتاحها اللي هو الـ LRT اللي تم افتتاحها المرحلة الأولى منه بالإضافة إلى المحطة التبادلية عدل منصور وشرفنا فخامة الرئيس بهذا الافتتاح الكبير بالإضافة إلى ذلك عندي شبكة القطارات القهربائية السريعة ودي اللي كان فخامة الرئيس بيتحدث مع رئيس شركة دويتشابان ودي الشركة المنوط بها تشغيل شبكة السكك الحديدية داخل ألمانيا فالنهاردة الخطوط القطار القهربائي السريعة عندنا الخط الأول من السخنة حتى مرسى مطروح لقناة السويس الجديدة اللي بيقولوا عليه يعني هو طبعا هيخدم حاجات كتيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها لكن كمقتطفات أنا بمر بمدن جديدة وبمر بمناطق صناعية وهنق البضائع وهنق الركاب وهنق وهربط البحرين الأحمر بالمتقصر كل هذه الأمور لها مردود الأهمية الاقتصادية دكتور حسن بالنسبة للناس اللي هيعود على الناس ويمكن ناس مسألة الطرق من الدرجة الأولى بتمسح حياتهم ومسألة يعني أنه نساهل على الناس حياتهم لكن كمان هيليها عائد اقتصادي واستثماري وتجاري ويعود على المواطن برضو من الدرجة الأولى صحيح يعني لو تحدثنا هنرجع تاني للمشروع القومي للطرق احنا كل عنصر أو كل طريقة عمل من خلال هذا المشروع كان له جدوى اقتصادية وفنية لأن أنا النهاردة كل المشروعات اللي سردتها لو بنتكلم عن استصلاح زراعي لو بنتكلم عن تنمية صناعية لو بنتكلم عن مدن عمرانية جديدة كل دي عشان تتم كان لازم يكون فيه شبك الطرق عشان أقدر أوصل أستصلح الصحراء وأعمل مجتمعات عمرانية أو أبتدي أستغل الموارد الطبعية من خمات وخلافه أو أنتشر على مساحة جغرافية عشان يبقى فيه إعادة توزية للكسافات السكانية بشكل عادل يوفر الخدمات وجودة الحياة للمواطن كل هذا الأمر كان بيقوم به مشروعات النقل والمشروع قوم للطرق لما نتحدث عن تشغيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال في هذه المشروعات كسيفة العمالة يبقى أنا بأقلل معدلات البطالة والتضخم كل هذه الأمور ساهمت فيها مشروعات النقل وتدريبهم كمان يا دكتور حسن من قبل مؤسسات عالمية زي دوتشبان ومن قبلها دلوقتي لاستعنى بالجانب الألماني قبله لاستعنى بالجانب الصيني ويعني دولة يعني مصر تدخل في شركات مع شركاء للتنمية بما يعني يلبي احتياجات الجانب المصري سواء إذا كنا بنتكلم عن القطار القهربائي الخفيف داخل معنا فيه الـ LRT الجانب الصيني لما نتحدث عن شبكة القطارات السريعة اللي أنا قلت لها ثلاث مراحل من أليل السخنة العالمين ومن السادس من أكتبر بمحافظة الجيزة حتى أبو صنبل بطول 1160 كيلو وعندنا كمان إنا سفاجة تلت خطوط للقطار القهربائي السريع ده كله بيربط برضو مفاصل الدولة ببعضها بيساعد في إضافة قيمة للأراضي اللي بيمر بيها وبالتالي بيساعد في تعميرها وإنشاء مجتمعات جديدة وغيرها من عناصر التنمية نقل بضائع برضو كل دوا موجود من خلال هذه الشبكة يعني قصة مجتمعات جديدة يمكن من أكتر الحاجات اللافتة نظري الخطوط العرضية طول عمرنا كنا نتوسع أفقيا في مجال الطرق النهاردة عندي من حلاب وشلاتين سفاجة مرسى علم الغردقة خطوط عرضية بتربط الصعيد الخطوط دي هتعمل إيه إزاي هتخلي أبناء الصعيد يشتغلوا في البحر الأحمر إزاي هتعمل تجارة بينية ما بين البضائع اللي هنا إزاي هتخلي فيه استراد من الحاجات اللي بتنتج في الصعيد اللي هنا هل هتخلق مساحات هل هتلغي الصحرة في النص ممكن الصعيد كان محروم من التنمية ومن 2014 بتوجهات من القيادة السياسية واهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد حتى لا تكون طاردة للسكان ويكون بها فرص تنموية حقيقية كانت الفكر في إنشاء محاور النيل ومحاور النيل سهمت فيه تحقيق ربط عرضي من الشرق للغرب ما بين شبكة الطرق شرق النيل وشبكة طرق غرب النيل كان فيه بعض المحافظات المواطن بيمشي مسافات طويلة عشان يقدر يعبر من الشرق للغرب بالنهاردة فيه كل 25 كيلو تقريبا فيه كبري على النيل فأنا بعظم من الاستفادة من الظهير التنموي لهذه المحافظات بنشئ مناطق صناعية ضخمة في هذه المحافظات وبالتالي بوفر كمان خدمات وبوفر مجتمعات عمرانية جديدة فبالتالي مواطن الصعيد بأحظه من التنمية زيه زي العيش في القاهرة ومدن الكبرى وبالتالي ما بقاش هذه المحافظات طاردة للسكان بوفر له الخدمات اللي موجودة في المدن الكبيرة بوفر له فرص عمل كل هذه الأمور ساهمت بشكل مباشر فيها شبكة النقل ليس فقط من خلال المحاورة العرضية على النيل مع أهميتها الكبرى لكن كمان القطار القهربائي السريع اللي هيربط كل محافظات صعيد مصر ويستطيع من المواطن من جنوب مصر إلى شمالها أنه يقطع هذه المسافة في ساعات معدودة لا ينافسها في الوقت إلا الطيران فبالتالي لأن طبعا شبكة القطارات السريعة بنتكلم على نقل الركاب بسرعة 250 كيلو متر في الساعة وبالتالي أنا أقدر أوصل من جنوب مصر إلى شمالها في ساعات معدودة ده برضو له مرضود على تحقيق ما يسمى بالموبيليتي اللي هو سرعة نقل المواطن أو الركاب بمسافات كبيرة بسرعات مرتفعة ده كله بيحقق برضو اقتصاديات النقل وبيحقق كمان أن المواطن ما يضيعش وقته كتير في المواصلة اللي بيسافر من أسوال القاهرة بيعتبر أن يوم السفر ده ضايع فالنهاردة مع وجود شبكة المواصلات الجديدة اللي المواطن يستطيع أنه يجد هذه المنشآت من جسور ومن كباري للقطار القهرباء السريع موجودة على أرض الواقع نحن لا نتحدث عن حلم ولكن نتحدث عن مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتتابعها القيادة السياسية والدولة بكافة أجهزتها هناك مجهودات كبيرة جدا بتتم في قطاع النقل السككي عندنا كمان مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل عندنا استكمال خطوط متر الأنفاء وأنشاء خطوط جديدة لمتر الأنفاء كل دو يساهم في تقليل زمن الرحلة وتقليل الاعتماد على المواصلات السطحية وده بيتماشى كمان مع التوجه البيئي أن القطارات الجديدة بتشتغل بالطاقة القهربائية وبالتالي صديقة للبيئة أو ما يسمى النقل الأخضر ما فيش انبعاثات غازية ما فيش ضوضاء مثل التي كانت تنتج من القطارات التي تعمل بالديزل كل هذه الأمور الدولة شغال عليها بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المحطات التبادلية تمشي مع توجهات الدولة وتوجه فخامة الرئيس توجيه فخامة الرئيس للحكومة أن يكون فيه عندي تكاملية وسائل النقل النهاردة محطة زي عادل منصور بتربط سبع عناصر أو سبع وسائل من وسائل النقل في مكان واحد فالنهاردة أنت مش محتاج وسيلة وسيطة عشان تنزل من المتر وتروح للأطرق أو عشان كذا فبالتالي كل هذه الأمور أصبحت بتويسر حياة المواطن وده موجود من زمان بره لكن إحنا خيرا أن نبدأ متأخرا من اللي نبدأ أصلا وده إحنا بنبدأ من التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة في العالم أنا أسف إذا كنت بأكلم كتير بس الوقت لا 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 أعرف نتأكيد إحنا جبايا محتاجين نسمع ونفهم أكتر المواني نعرف أن أنت كنت هايستسأل عن المواني لو في وقت لها تحت عمره بالتأكيد هنتحدث عن المواني لكن عايز أروح مع حضرتك للطريق الدائري ويمكن ده طريق كلنا بنستخدمه والفرق في الطريق الدائري قبل كده والفرق بعد التطوير إلى أي مدى مسألة أنه مثلا يكون في حرات تحت الطريق الدائري تتحرك عليها بقى حرات خدمة للإسعاف وللميكروبوسات والاسترفيز وعدم موجودة على الطريق الدائري الكاميرات ورادارات الجديدة وتنظيم الحركة لتمنى حرارات الموجودين إلى أي مدى ده هيفرق هو فرق خلاص وأنت حركة الطريق الدائري أوشك على الاكتمال التطوير بتاعه وحضرتك لما نسأل المواطن العادي اللي هو مش متخصص هيقولك لا لا ده أنا كنت دلوقتي بمشي من الدائري قبل كده كنت بتجنب أنه نمشي فيه لأنه ما كانش لي كتلوج ما كاناش نعرف هيبقى زحمة إمتى وهيبقى في سيولة مرورية إمتى ما فيش راش أور محددة لكن النهاردة مع التطوير اللي تم وأنا بقول أن ده تطوير جريء بحلول جذرية كما أشرت في البداية لأن ترددت الحكومات السابقة قبل 2014 أنا تاخد القرار دوان والقرار دوان قرار حاسم وصائب إن أنا بقى عندي دلوقتي أحجام مرور مش عارفة عمل معاها فكان لابد من هذه التوسعة اللي ساهمت فيه إحداث انفراجة مرورية بالإضافة إلى جودة الإنشاء ولنا نتحدث عنها المواطن بيمشي على الطريق وبيشوف إيه اللي حصل والوضع كان إيه وأصبح إيه في المناطق اللي اتطورت الطريق الدائري كمان هيبقى فيه عندي حاليا وإحنا بنتحدث فيه مشروع البي أر تي أو اللي هو البابلي كراب الترانزيت اللي هو حافلات أو أوتوبسات النقل السريع هتكون موجودة على الطريق الدائري ودي عند اكتمالها هتكون بديلة للميكروباس على الطريق الدائري هتكون هذه الحافلات النقل السريع بتعمل بيه الطاقة القهربائية وهتكون بتشتغل بس في الطريق الدائري مش هتنزل من الطريق الدائري فأنا كمواطن عايز أستخدم الطريق الدائري في أي رحلة ممكن ما استخدمش عربيتي ممكن أركن عربيتي وأستخدم الأوتوبسات بتاعت النقل السريع اللي هو الـ BRT وبالتالي دي برضو بتحقق يسر ده هو الأوتوبس التردودي أو الأوتوبس التردودي حاجة الـ BRT الترجمة العربية لها هو أوتوبسات النقل السريع أو حفلات النقل السريع الأوتوبس التردودي اللي هي الشتل سيرفس ودي موجودة في محطة عدل منصور اللي بتربط مطار القاهرة بمحطة عدل منصور لأن القادم من أي حتة في الجمهورية وصل محطة عدل منصور بينزل ياخد الخدمة المكوكية يوصل المطار أو العكس ودي برضو حاجة جميلة جدا أن كان زمان المطار ما فيش غير أن أنا روح بالعربية أو التاكسي دلوقتي بقى فيه عندي أقدر روح بالمترو أو بالقطر واخد شنطتي واركب الأوتوبيس التردودي يوديني المطار ده يعني بنشوفه برة كنا فالنهاردة لما يبقى ده موجود في مصر ده حاجة جديدة وجميلة جدا وطبعا طبيق نظام النقل الزاكي ساهم في إحداث شيء من عايز أقول السيولة المرورية مع المراقبة لحركة المرور لأن في أي حتة في الدنيا الانفورس من طور الرضا المروري مطلوب لأن إحنا بنرأي بسرعات بنرأي بحركة النقل والنقل التقيل وبنشوف استخدام الحراطة المرورية سليم ولا لا كل ده من خلال خدمات النقل الزاكي المطبقة على محاورها صحيح طيب لما رئيس الدولة القيادة السياسية توجه بحاجة اسمها الاستغلال الأمثل للمساحات في تطوير المواني عمبارح الحديث صحيح سيد الرئيس كان بيتكلم على ميناء الأسكندرية وقال يا جماعة وجهه بالاستغلال الأمثل للمساحات يعني إيه الاستغلال الأمثل للمساحات إحنا كنا إيه أو الميناء الأسكندرية أو المواني المصرية كتعاملة إزاي وحتبقى إزاي هنستغل المساحات إزاي هنعمل إيه يعني هو تطوير المواني بيحظى باهتمام الدولة وفحامة الرئيس ليس فقط في مواني الأسكندرية ولكن في مواني الجمهورية بشكل عام هناك مواني جديدة زي ميناء جرجوب بمنطقة النجيلة غرب مطروح بحوالي 60 كيلو ده على البحر المتوسط ده طبعا من المواني الجديدة اللي تم افتتاحها وعلى أعلى مستويات التجهيزات الملاحة البحرية ده غرب العالمين؟ يعتبر غرب العالمين غرب مطروح بحوالي 60 كيلو في منطقة النجيلة على البحر المتوسط ده حضرتك ميناء بحري منه بين السلوم؟ قبل السلوم طبعا بكتير بس هو في طريق في اتجاه السلوم بس هو ميناء بحري مجهز بأحدث الصبل اللي موجودة على مستوى العالم في مجال الملاحة البحرية بالإضافة لأننا كمان بنطور موانينا علشان تتواكب مع ما هو التكنولوجيات الجديدة اللي موجودة على مستوى العالم ومع زيادة حجم التجارة والتعامل في التجارة البحرية نقل البحري وعشان اكتذب خطوط ملاحية جديدة لازم أقدم له تسهيلات وخدمات أفضل علشان في فترة من الفترات نتيجة عدم وجود هذه التطوير هجرت الخطوط الملاحية الدولية مصر وراحت لدول الجوار الإقليمي فالنهاردة بتعود هذه الخطوط الملاحية من خلال التطوير اللي بيتم ومن خلال الشراكة في التشغيل والإدارة إن أنا يبقى عندي النهاردة شركات متخصصة في تشغيل وإدارة المواني بتساهم في إنها عارفة إزاي تتعامل مع الخطوط الملاحية الدولية لأن ده صناعة النقل البحري ده صناعة لابد أن يكون نستعين بأهل الخبرة في هذا المجال أما بالنسبة لاستغلال المساحات وده ربا على سؤال حضرتك احنا بنعمل الدولة شغالة على أكتر من محور مثلا ميناء الإسكندرية احنا عندنا مشروع ميناء الإسكندرية الكبير اللي بيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وميناء المكس وده هيبقى مشروع ميناء واحد تحت مسمى ميناء الإسكندرية الكبير ده مش حلم ده الدولة شغالة في تنفيذ هذا الأمر حاليا بالإضافة إلى ربط المواني البحرية بالمواني الجافة بشبكة من القطارات والسكة الحديد بحاول أن أنا أنقل البضاء بشكل سريع من داخل الميناء إلى مواني جافة ومنتشر على مستوى الجمهورية وبالتالي بأنا بزود من الطاقة الاستيعابية وباستغل المساحات علشان ما يبقاش عندي حاجات متكدسة بتشغل الأرصفة ومناطق التخزين جوه المواني فبالتالي عملية التفريغ المستمر من خلال ربط المواني البحرية بمواني جافة ده هيكون لي مردود جامد في زيادة الطاقة الاستيعابية للمواني كل هذه الأمور برضو إعمال الأنظمة الجديدة والتكنولوجيات الحديثة في إدارة المواني ده كله هيسهل ويسر من سرعة الشحن والتفريغ من داخل المواني البحرية يعني إيه مناء زكي بقى حنعمل إيه نعم يا فندم يعني إيه مناء زكي حنعمل إيه والله في عندنا حاجات كتيرة جدا من أول الكونتينرز اللي بيتشحنوا طريقة التداول داخل الميناء وبتم بأكواد وأرقام الكلام ده كله بيسهل أعمال الفحص والتفتيش والتستيف داخل الميناء بيكون بيقلل من الوقت اللي كان بيستغرق قبل كده برضو عملية الحجر الصحي والجمارك والكلام ده كله لما بنحاول إن إحنا بنطور من المنظومة يبقى أنا ما عنديش بضاعة بتتركن علشان خاطر الجمارك أو علشان الحجر الصحي أو كذا فالإجراء لما بيتخذ بسرعة بساهل في إن الموضوع ينتهي بسرعة حتى المستثمر أو اللي بيستورد أو اللي بيصدر هيجد سهولة في التعامل بدل ما كانت الحجر تتركن لأيام أو لأسابيع هتلاقي المواضية بتخلص في ساعات ده هيكون ليه مرضود إيجابي تفضل يا فن طيب دوغر كنت بس ألحضرتك عن إنه وقت التفريغ بس حيك أجبت عن ده إنه ده حيث الوقت التفريغ بشكل كبير يعني هو احنا عندنا حيات كتيرة بتتم بس زي ما قال مصطفى فيه الوقت يمكن لا يسمح إن إحنا نتحدث بس لأن الموضوع كبير فأنا حاولت إن أنا أدي بس مقتطفات عن اللي بيحصل قطاع نقلة من القطاعات السقيلة في الدولة وهي بتخدم على كل مشروعات التنمية لها علاقة بالإسكان ولها علاقة بالصناعة ولها علاقة بالزراعة ولها علاقة بالسياحة كل هذه الأمور الدولة شغالة فيها وفي هناك تناسق ما بين الوزرات وبعضها ما حدش بيشتغل في جزيرة منعزلة كما كان يحدث قبل ذلك من أجل أن أنا أعمل خدمة لأن النقل خدمة أنا أؤكد ولازم نقول أن الدولة لا تسعى أنها تربح من خلال قطاع النقل هي خدمة بتقدمها للمواطن في نقل الركاب ونقل البضاعة يعني بنستكمل حدثنا يا دكتور عن الموانئ المصرية والجدوى الاقتصادية والأهمية الاقتصادية لمسألة الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية وإحنا نتكلم على يعني موانئ ممتدة على ساحل البحر الأحمر والمطوص يعني ومصر ربنا حباها من حيث الموقع الجغرافي بشواطئ على البحر المتوسط وشواطئ ممتدة على البحر الأحمر فإحنا بنستغل هذا الموقع وهذه الموانئ الموجودة بتطوير يتماشى مع ما هو موجود في العالم من تكنولوجيات جديدة في مجال صناعة النقل البحري لأن النقل البحري ده صناعة وعشان كده الاستفادة بشركاء التنمية في إدارة وتشغيل الموانئ المصرية ده أمر مطلوب علشان نقدر أن نستغل هذه الموانئ بالشكل الأمثل وفي نفس الوقت بنطورها لتتماشى مع زيادة التبادل التجاري وحجم التجارة البحرية اللي بيتم من إنشاء أرصفة جديدة وزيادة أطوال الأرصفة البحرية القائمة تطوير للبنية الأساسية بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيات الجديدة من خلال الموانئ الزكية كما أشرت ودي موضوع كبير شوية لكن بيسهل الهدف منه أننا بسهل تبادل حركة التجارة داخل الميناء عمليات الشحن والتفريغ والفحص والحجر الصحي والجمارك وغيرها من الإجراءات اللي بيتم بدل ما كانت بتستغرق أوقات طويلة وكان بيعاني منها المستثمر أو اللي كان بيصدر أنا بقلل الوقت دوان وبالتالي بأزيد من كفاءة وصرعة عمل الميناء بكافة يعني عايز أقول المواد اللي بيتم التعامل معها سواء كانت مواد سائلة أو مواد صلبة أو غيرها كل هذه الأمور لها تجهيزاتها داخل الموانئ وخصوصا مع وجود حقل ظهر وإن شاء الله تعالى بنأمل أن يكتمل المنظومة بأن مصر تكون مركز لتجارة الغاز في شرق المتوسط وعشان ده يتم لابد أن نطور أو استمر في تطوير الموانئ اللي موجودة عندي شبكة القطارات الكهربائية هتخدم وتدعم ربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط لأن أنا هربط من خلال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع اللي بيبتدي من اللين السخنة وبيربط ميناء السخنة بموانئ الإسكندرية ويستمر أيضا إلى مرسى مطروح وممكن أنه يتمد ليصل إلى مينة جرجوب اللي أنا لسه قال عليها لحضراتكم وبالتالي يبقى أنا بربط موانئ المتوسط بموانئ البحر الأحمر وده يسهل ويساهم في سرعة تداول البضائع ما بين البحرين أيضا دكتور بيجعل مصر مركز تجارة لوجيستي عالمي في مسألة كمانتجارة نهتم بأن عندنا صناعات القيمة المضافعة وما يبقاش حتى قناة السويس ما تبقاش مجرد ممر ملاحي لكن كمان احنا عندنا المنطقة الاقتصادية ومحور تنمية قناة السويس بنعمل فيه مصانع وبنعمل فيه صناعات للقيمة المضافة بحيث أن أنا أقدر أستغل ليس فقط المجرى الملاحي ولكن أستغل المناطق المطلة عليه لخدمات السفن وإنشاء مناطق لوجيستية وفي نفس الوقت أعمل مصانع أقدر أن أنا أعمل فيها صناعات القيمة المضافة وده يعني متصل بالنقل لكن بالتعاون مع التجارة والصناعة ومع الاستثمار ومع غيرها من الوزارات يعني منظومة متكاملة زي ما قلت لحضراتكم النقل بتلعب دور كبير فيها لكن هناك جهات أخرى يعني لما نتكلم عن الميناء داخل معنا فيها الشرطة عشان وداخل معايا كمان المالية عشان الجمارك وداخل معنا الحجر الصح وداخل الصحة أو داخل حاجات كتيرة جدا كل ده حضراتكم بيبقى منظومة متكاملة النقل هو لاعب رئيسي لكن بيعونه كثير من الإدارات والوزارات لما يبقى فيه تجانس في العمل ومنظومة بتضار بشكل كفء ده بيساعد فيه سرعة وكفاءة العمل داخل المواني البحرية بيدعم ذلك شبكة من السكة الحديد بتنقل بشكل سريع البضاء إلى المواني الجافة ويمكن أنت سألت أو في البداية قلت على موضوع الحمولات والنقل لما بيمشي على الطرق وبيعمل مشاكل فيها إحنا حضرتك لما يبقى فيه عندي نقل بضاء بالسكة الحديد هيقلل الحمولات اللي موجودة على شبكة النقل البري وبالتالي يبقى العمر الافتراضي للطريق اللي أنا بعمله حتى لو عملت طريق موازي اللي هو الطريق الحارتين وعملنا طرق موازية وعملنا خرصانة في الوقت الحالي بزرد عشان تستحمل النقل عشان يبقى القدرة أو الاستدامة بتاعته أطول لكن في نفس الوقت لابد أن أنا أفكر في أن أنا أربط المواني وده الدولة شغالة عليه فعلا أن أنا أربط المواني بشبكة من السكك الحديدية بمواني إجمالا إجمالا يا دكتور يعني لو كلمت عن فلسفة التجربة المصرية في مجال صناعة الطرق يعني بالبلد إنجاز التعبير إحنا ضربنا كم عصفور بحجر واحد لما عملنا طريقة ولما عملنا شبكة الطرق خدمنا كم مجال وعملنا كم حاجة علشان قصة الطرق لأن في ناس تقول لك الطرق وعملين نعم الكباري وعملت ما هو الكباري دي هي بتخدم إيه بتخدم كم مجال يعني شوف لو تحدست عن قطاع الطرق يبقى إحنا بنبص الجزء من المنظومة أنا هرد على السؤال بس عايز أقول أن المنظومة ما هيش طرق بس هي طرق ونقل سكة حديد ونقل نهري ونقل بحري كل هذه المنظومة ونقل داخلي كل دي منظومة النقل لكن لو تحدثنا عن الطرق الطرق طبعا ساهمت مما لا يدع مجال للشك في مشروعات قومية كبيرة لم تكن لتتم من غير شبكة الطرق القومية اللي تم إنشاءها صحيح وذكرنا أمثلة قلنا أن تشكى والعوينات والدلتة الجديدة والمناطق اللي تم استغلال ومدينة الرخام في الجلالة وغيرها من المشروعات اللي تم إنشاءها كانت هذه المشروعات مرتبطة بأنه يكون في عندي وسيلة عشان أقدر أوصل الوسيلة دي كانت هي الطريق أنا اشتغلت في المشروع القومي للطرق مع جهات مختلفة وشفت والطريق بيتعمل كانت الأرض بتتساوى وتتزرع يعني بمعنى آخر أن أنت ما بقتش مجرد أنك بتنشئ طريق لا ده الطريق ده ليه هدف تنموي فلما تعمل الطريق وتلاقي مدن بتتعمل والطريق بيتبني ده في حد ذاته هدف أن أنا بعمل مجتمعات عمرانية جديدة لما تعمل الطريق وتلاقي الأرض بتتمهد وتتزرع يبقى أنا بعمل مناطق استصلاح زراعي نتيجة أن أنا بنشئ الطريق لما نقلل الحوادث وبإحصائيات المركزي للإحصاء أن الحوادث قلت بنسب تتراوح من 25 إلى 45% دي إحصائيات رسمية نتيجة إيه أنه بقى عندك شبقة قومية من الطرق على أعلى معايير كما أشرت وفقا للأكواد والمواصفات وأعدد حارات أكثر بالإضافة إلى إعمال نظام النقل الزكي على هذه المحاور والنهاردة كمان ده شيء جيد على فكرة اللي بيعمل مخالفة سرعة أو خلافه بتجيله على الموبايل أنا شايف أن ده شيء جيد لأن في أي حتة في الدنيا ده موجود ومتطبق والهدف أن إحنا مش نغرم المواطن إحنا عزي المواطن يلتزم فلما يلتزم بنأمنه وبنأمن أهله وبنأمن الناس اللي ماشي على الطريق وبالتالي يبقى أنا بحاول أن أنا أعمل طريق عايز أقول صديق للمستخدم صحيح بيأمن حركته وبيقل الحوادث وده فعلا ثبت من خلال المشروع القوم للطرق فيما يخص الكباري أنا عايز أقول أن في بعض أنواع الطرق أن ما ينفعش ما يبقاش عليها كباري عشان بس المواطن بيقول أنتوا عمالين تعملوا كباري لما نقول أن ده طريق شرياني أو أرطيريا الرؤوس ده التعريف الوصفي بتاعه أن لابد ما يكونش عليه تقاطعات يبقى لما يكون عندي تقاطع كان زمان محلول بإشارة أو بدوران للخلف سطحي علشان أعمل طريق حر أو طريق شرياني لازم أعمله كبري أو نفق صحيح وبالتالي إحنا بنطبق المعايير اللي موجودة وما فيش كبري أو نفق اتعمل بدون ديعي وما فيش كبري أو نفق اتعمل في مكان غلط فده كله برضو يعني الدولة خلي بالك كمان احنا اكتسبنا خبرة أنا عايز أقول أن الخبرة اللي احنا اكتسبناها في السنوات الماضية خلت المهندس والفني والشركات المصرية بتشتغل في دول غوار الإقليمي ودول القرص أمراء لأن خلاص بقى عندنا الحديث عن الطرق لا ينتهي وحديث مع دكتور زي دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق في جامعة عن شمس يعني حديث ممتع وشيق ومليل بالمعلومات وبنوة الأرقام وبالتحليل الفني والسياسي والاقتصادي كمان منشكرك يا دكتور شكرا جزيلا على هذا الحوار أعتقد أن احنا خدنا جرعة مفيدة جدا من معلومات هدير حول الطرق وحول الموانئ المصرية اللي تم إنشاء في الفترة الماضية